وأجواء الربيعة موجودة حوالينا في كل مكان وأجواء مبهجة الحقيقة خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم لزميلنا محمود جميل موجود في فعاليات افتتاح معرض ظهور الربيع في القناة ترق الخيرية واللي بتقيم وزارة الموارد المائية والري وبيعتبر من أقدم معارض الظهور في مصر صباح الخير عليك يا محمود صباح الخير عليك يا هدير وصباح الخير عليك يا شازلي بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان من هنا من الأناطر الخيرية بصبح على حضراتكم من أقدم الأماكن المحببة لقلوب المصريين واللي بيجوا طبعا يقضوا فيها وقت خروج جميل جدا بيستمتعوا فيه بمناظر النيل مع الخضرة مع النباتات والأشجار والزهور اللي موجودة هنا لكن من النهاردة هيقدروا كمان ان هما يستمتعوا بفعليات معرض زهور الربيع اللي بيقام على مدار سنين في نفس التوقيت في مارس من كل عام هنا في الأناطر الخيرية المميز في معرض الزهور هنا في الأناطر الخيرية عن غيره من معارض الزهور انه هو بيمتاز بالشتلات والنباتات والزهور اللي موجودة وبتكون من انتاج شتلات طبعا وزارة الموارد المائية والري واللي بيساعد على تطوير الحدايا اللي حصل هنا في منطقة الأناطر الخيرية فيه تفاصيل كتير عن المعرض وعن الأشجار كمان المضافة حديثا وعن خطة التطوير اللي بتتبناها وزارة الموارد المائية والري كل التفاصيل دي هنعرفها من خلال ضفنا المهندس أشرف درويش مدير عام ري الأناطر الدلتة برحب بحضرتك طبعا وصباح الكرة على حضرتك باش مهندس ويمكن لو تضعنا بقى في التفاصيل الصورة الجميلة اللي المشاهدين هيشوفوها دلوقتي طبعا بالنسبة لمعرض الزهور اللي هيتم افتتاحه النهاردة ومستمر معانا طبعا لحد يوم 27 مارس برحب بيك وصباح الخير على جميع المصريين يمكن طبعا زي ما حدك قلت معرض ظهور الربيع بالأناطر الخيرية من أقدم المعارض الموجودة على مستوى البلاد يمكن من فترة الأربعينات أو أكتر من كده كمان بمعرض الظهور ده له تاريخ كبير يمكن بيتميز معرض الأناطر أو بيعتمد بشكل أساسي على ظهرة السيناريا أو بزرة السيناريا ودي من أحد البزور النادرة واللي بتعوز رعاية فائقة ورعاية قوية على مدار عام كامل عشان تظهر في أيام هذا المعرض البزرة دي يعني سبحان الله هي بزرة وحيدة ولكن تنتج سبع ظهور بألوان مختلفة هي ألوان الطيف وهي دي اللي بتشكل الطبلو الموجود في المعرض لا يقتصر المعرض على بزرة السيناريا ولكن على جميع أنواع الظهور الموجودة والشتلات النادرة اللي بتنتجها مشاتل وزارة الرأي بالأناطر الخيرية يمكن أهم ما يميز هذا المعرض بصفة عامة أو السنة دي كمان إن تم إدخال شتلات حديثة زي شجرة المورينجا المعروفة بشجرة الحياة ودي اللي بتستخدم أوراقها وسقانها ومكوناتها كلها كشراب بتفيد الجسم لأن المكونات لهذه الشجرة وأوراقها هي من 16 عنصر الموجودين في جسم الإنسان بالإضافة لجميع أنواع الشتلات موجودة عندنا جميع أنواع النخيل من النخيل البلدي من النخيل الكوكس من النخيل الملوكي من النخيل البوتشاردة كل أنواع النخيل موجودة عندنا طبعا أشجار المهوجني بننتجها موجودة دي من أنواع الأشجار الخشبية الفاخرة كل الشتلات اللي بتحتاجها الإدارة أو الوزارة في أعمال تطوير الحضايق بيتم تلبيتها من مشاتل وزارة الرأي بالأناطر الخيرية بالحديث عن معرض الزهور احنا الاول مرة السنة دي طبعا المعرض بيقام في منطقة ما كانتش جميلة بالشكل ده اللي طبعا السادة المشاهدين هيشوفوها دلوقتي على الشاشة ولكن تم تطوير طبعا المكان ده اللي بيتم فيه اقامة معرض الزهور السنة دي فعلا هو طبعا اذا كنا بنتكلم عن حد يرجع له او الفضل في اعمال التطوير اللي تمت للجانب فالفضل يرجع لمعالي الوزير والساسي الدكتور محمد عباطي وزير الموارد مئيه ورأي واللي اعطى توجهاته هذا العام ان يقام المعرض في ارض الجراشي الموجودة امام حديقة الولايات الشرق وبالفعل في خلال 72 ساعة تم تجهيز منطقة المعرب بشكل حضرتك شفته ومعالي تفقد المعرض يرافقه سيد وزير الدولة لجنوب السودان واعطى توجهاته تعليمات بان يستمر المكان ده هو ارض المعرب بصفة مستمرة لموقعه المتميز وبالفعل الموقع ده لاقع اقبال كبير من الزوار فترة الاعداد للمعرض لاقتناء الزهور والنباتات يمكن المميز في معرض الزهور هنا ان الشتلات والنباتات والاشجار اللي موجودة بنستفيد فيها طبعا في تطوير الحدايق الموجودة فلو حضرتك تكلمنا كمان عن خطة التطوير ويمكن احنا موجودين في حديقة من الحضائق وهي لقلقة الشرق واللي بتشهد الحقيقة تطور كبير جدا الفترة دي فلو تكلمنا عن خطة التطوير اللي بتتبناها طبعا الوزارة بالنسبة الحدايق لاناطر الخيرين طبعا كلنا عارفين ان حضائق القناطر هي حضائق تاريخية ارتبط وجودها بفترة محمد علي اللي انشأ القناطر الخيرية لو بنتكلم هنا عن القناطر بنقول ان هنا في منشآت مائية كبيرة بتخدم الوجه البحر كله في اعمال الزراعة والري والشرب والصناع والتوسعات المستقبلية وعمال استصلاح الاراضي المنشآت المية دي تعتبر منشآت امن قوم للبلاد وقت انشاء القناطر طبعا ومازال وزارة الرأي بتحرص على ان يكون موجود مساحات حول هذه القناطر تسمى حرم القناطر وحرم القناطر دي بتستخدم في اعمال الصيانة وعمال التطوير وعمال التوسعات المستقبلية لأي مشاريع مستقبلية ولكن منذ القديم ما تسبتش المساحات دي كده لا قال برضو زي ما القناطر بتخدم شعب مصر المساحات دي لازم كلها تتحول لحدائق تخدم اهل مصر تبقى متنفس المصريين جميعا وهنا جات مسامة حدائق الشرق طبعا على فترات من الزمن طويلة الحدائق دي اهملت واصبحت خراب ومأول الخارجين وكل حاجة الى ان تولى معالي وزير دكتور محمد عباطي وزارة الرأي ادى تعليمات وتوجهات ان جميع الحدائق يتم تطويرها لتعود قسابقة عادها حدائق الشرق وان تكون جميع عمال التطوير ذاتية بمعنى ان احنا كلها باياد المهندسين والعملين والمعدات والورش والمشاتل الخاصة بوزارة الرأي بالاناطر الخارج وبالفعل بدأنا تطوير بدأت تطوير بحديقة القلوة الشرق او عفلة اللي احنا موجودين بصدها حالا على مساحة تقرم من 14 فدان ثم تلاها حديقة المركز الثقافي 9 افدينة ثم تلاها بعد كده حديقة البحيرة ثم مؤخرا حديقة اليسمين على 8 افدينة ثم حديقة النيل وديت على فرع رشيد بمحافظة الجيزة ويمكن حاب يقول لحديقتك ان طبعا الاناطر الخارجية بتقع في محافظتين محافظة الاليوية ومحافظة الجيزة وبالتالي المنشآت المائية موجودة هنا لان المنشآت المائية اللي موجودة هنا بتخدم منطقة وسط وشرق الدلتا المنشآت اللي في الجيزة بتخدم منطقة غرب الدلتا اسكندرية والبحيرة والسحل الشمال ومناسبة كلام حضرتك بقى عن المهندسين والعملين حابين نطمن على طرق إدارة الشتلات من قبل المهندسين والعملين اللي شلكلين هنا ولو أكيد يعني فيه أنظمة رأي حديثة موجودة طبعا بتحافظ على جودة الإنتاج اللي موجود هنا في شتلات وزارة الموارد المائية والرأي بالفعل احنا التوجهات على طول ان احنا لازم نحدث ولازم احنا كوزارة رأي احنا يعني بندعم الرأي الحديث وبالفعل كل المشاتل اللي عندنا والصوب بنزود فيها وبندعم فيها الرأي الحديث الرأي بالطنقيد خصوصا هو اللي بنستخدمه في الصوب والمشاتل التابعة للوزارة بالأناطر الخيرية المهندسين والعملين بتاعنا على أعلى خبرة وأعلى كفاءة لأن طبعا من هذاك تعلم المنطقة اللي حوالينا كلها هي منطقة مشهورة بالظهور والشتلات وكده فبالتالي كل العاملين في المشاتل الموجودة الخارجية هم بالأساس عمال وزارة الرأي ومهندسين وزارة الرأي اللي بيقوموا بأعمال تطوير في الحدايا والمشاتل كل التوفيه لحضراتكم بشكرك شكرا جزيلا يا مهندس أشرف درويش مدير عامري أناطر الدلتا شكرا حضر ندروا الناس لزيارة الحضائق والاستمتاع بأعمال التطوير اللي تتمت في الفترة الأخيرة شكرا لحضرتك شرفتنا في برنامك صباح الخير يا مصر يمكن دي كانت تفاصيل افتتاح معرض ظهور الربيع في الأناطر الخيرية الحياة المنظر هنا جميل جدا والصورة رائعة بالمناظر اللي موجودة من الخضرة ومن طبعا الأشجار والنباتات والظهور المختلفة الأنواع هنا كتير جدا فرصة لكل المصريين وكل الأسر اللي بيحبوا أن هما ييجوا الأناطر الخيرية فرصة في الأيام دي طبعا أن هما ييجوا تزامنا مع افتتاح معرض ظهور الربيع التكت هنا بعشرين جنيه بس يقدر أن هما الأسر كلها تيجي وتستمتع بالخروجة الجميلة اللي احنا متعودين عليها من زمان هنا في الأناطر الخيرية دي كانت جولتنا النهاردة من داخل الأناطر الخيرية والحديث عن افتتاح فعاليات معرض ظهور الربيع كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وبرجع لكم في الاستوديو مرة تانية شازلي وهدير محمود جميل بشكرك شكرا جزيلا على صورة المبهجة دي صبح ويعني على نقلك لنا لكل فعاليات معرض ظهور بشكرك على وجودك معي ترجمة نانسي قنقر